نستعرض الأول مع حضراتكم كده أحوال المرور وبعد كده هيبقى معنا تفاصيل التقس هنبدأ جولتنا المرورية كالعادة من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشت في الوقت الحالي كسفات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد الكسفات دي هتستمر لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده ظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفستات وصولا إلى الألعة وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان كورنيش من المظلات لمنطقة وسط البلد بيشت كسفات مرورية متحركة ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس تعالوا نروح كده مع بعض الجيزة هنلاقي أن فيه سيولة مرورية في مدام مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ونفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لمدان لبنان عند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة ظهرت كسفات متوسطة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي يعني نقدر نقول أن معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية معادة شوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير بيشهد طريق الوحيد بعض الكسفات المرورية المتقطعة انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم ظهرت كسفات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا لمول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي كمان ظهرت باطء في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدايا الأهرام ووصلة دريم محافظة الإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاذ ومجمع المحاكم في سيولة مرورية معادة بعض الكسفات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة السيارات الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة أما الطرق بالنسبة للمتجهة للإسماعيلية يلاقي أن في سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة لكن طريق الإسماعيلية الزراعي للقادم من الزأزيق فيه كده بعض الكسفات المرورية ولكنها متحركة هنروح مع بعض محافظة سهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سهاج اللي الطريق عندها بيشهد كسفات نسبية لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض نلاقي فيه سيولة مرورية كمان فيه كسفات عند طريق مستشفى جامعة سهاج وكمان فيه كسفات مرورية ولكنها غير مؤثرة بتزيد مع ساعات الزرلوة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير دي كانت نشرتنا المرورية المفصلة دلوقتي خلونا كده نستعرض سريعا مع حضراتكم جولة عن أحوال الطاقس النهاردة زي ما قلنا كده درجات الحرارة هتشهد استمرار لانخفاض التفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال السعيد هيصود طاقس حارة بنهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد ومقل الحرارة رتب ليلا على أغلب الأنحام متوقع درجة الحرارة تكون في القاهرة النهاردة 36 وأعلى درجة هتكون في أسوان 43 وقل درجة في مطروح 31 طبعا هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بس بعد شوية